تم من وجهة نظرهم دعونا نرى ستوديو نجو الخليج بهذا اليوم مساء الخير وأحلى وسهلا فيكم في الستوديو نقم الخليج أول خبر عن جميع الحاصلين على توب وين والفسحة والديو مع السوبرستار راغب علامة والحاصل على حصانة أنا ربحتها الأسبوع بلعبة الاحتمالات وفست بطلعها مع السوبرستار راغب علامة الحمد لله ريحت قمهوري هذا الأسبوع وفست بلعبة الكاراوكي وحصلت على الحصانة وأنا ربحت المركز الأول بالتوف فايف ورح غني مع السوبرستار راغب علامة نحن أفضل خمس مشتركين في نجم الخليج لهذا الأسبوع خبرنا التالي عن مرسلتنا السهام وقد بان لنا بأنها كانت قد تناشد شعبها المصري بأن لا يتخلى عنها ويطوت لها مرسلتنا السهام موجودة معانا أهلاً سهام أتسمعيني السهام؟ بشكركم يا مصريين بشكركم قبلي خليكوا لي يا رب بشكركم أنتم مصوتوني هيأسوا معايا وفرحوا معايا بشكركم بشكركم حلوة مجاحة يا مصريين كله كله فرحة التصريب كله كله يا صحابي يا أهلي يا جيراني صوتك تقوي علشاني ننتقل إلى خبر مليح ورائع طبعاً عن زميلتي أبرار وقد بدأت أبرار بتصويل فيلم قديم جديد وهو عمل مصري خليجي وطبعاً بعنوان مهما حصل بغني مش ما أقول لا معقولة تخيل ما يبوني أغني يبوني أمسع ساعات أحس إن الزمن قاسي قاسي إنني جالسة مع نفسي أفكر بأحبائي لن أخذلك سأبذل قصارى جهدي لكي يكون عنده حسنة لكي مع محبتي أبرار وأكيد إحنا بانتظار الفيلم على جميع دور السينما العربية بس أبرار لماذا الوردة؟ الوردة أعطي مفعولها دي غنيتي ببساطة وبزكاء وبسبب والوردة عاملة شغل زال شكراً ألغام انتهت حلقتنا في استوديو نجم الخليج بس مخرجني يقول أنه فيه تقرير أخير خلينا نجوم التقرير شوفونا على المسرح بهاللوحة القنائية